والنقطة دي شديدة الأهمية شديدة الحساسية وغير منفصلة عن مقدمة الحلقة هبدأها معاك بسؤال كام مرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر بصراحة ووضوح وجلاء كل العالم كل العالم مش بس نتنياهو وحكومته والحكومة الإسرائيلية والدولة والرئيس حذر العالم في كل لقاءاته مع زعماء العالم في كل المهاتفات مع زعماء العالم من ايه اتساع رقعة الصراع هتتسبب في مشكلة للإقليم بكامله وصداها سوف يذهب إلى بقية العالم وستلقي بظلال وخيمة على بقية العالم حصل هل ما يفعله الحوثيين اتساع لدائرة الصراع أه ولا لا الإجابة أه هل ما يقوم بحزب الله اتساع لدائرة الصراع أه ولا لا أه هل في احتمال نلاقي المزيد من الاتساع طول ما العدو الصهيوني بيمارس هذه الوحشية للأسف الشديد وآسف ان انا بقى صادم آآ آآ نعم 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 ثلاثة طيب تعال نشوف هذا الاتساع لدائرة الصراع أدى إلى ايه بس من خلال تصريح سيدة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس سيدة الفريق قال النهاردة بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وأن قناة السويس بتتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر وبتدرس متى تأثيرها على حركة الملاحة في القناة وده طبعا في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت لطريق رأس الرجاء الصالح يبقى احنا كده شايفين اللي بيحصل في البحر الأحمر صحيح هو في جنوب البحر الأحمر بعيدا تماما كل البعد عن الحدود المصرية لكن هو بيأثر على حركة الملاحة احنا بنتكلم على ممر ملاحي عالمي بيمر به تقريبا 13-14% من حجم التجارة العالمية فتخيل انه في 13% من حجم التجارة العالمية بيعدي لازم يجي من مضيق باب المندب بيجي من خليج عدم مضيق باب المندب البحر الأحمر يكمل لحد خليج السويس ومنها لقناة السويس ذهابا إلى البحر الأبيض المتوسط فينتشر في ربوع أوروبا التسع دائرة الصراع واللي قدى إلى أن جماعة أنصار الله الحوثيين تبدأ تعمل اختطاف لبعض المراكب تهديد لبعض المراكب إلخ 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 أدى إلى أنه سيدة الفريق أسامة ربيع يقول كده إحنا بنتابع عن كتب ليه؟ لأنه أصبحت بعض الخطوط تيجي تقولك لا أنا لازم أخذ بعضي ويلف من عند رأس الرجاء الصالح ليه لازم ألف من عند طريق رأس الرجاء الصالح ولكن الله أنا أحافظ على الخط الملاحي بتاعي ده مثلا تيجي تقوله طيب ما هو أنت ممكن تعدي وكده كده لازم بيتعامل وثائق تأمين على الحمولة وعلى المركب يعني ممكن تغطي كل حاجة لكن في النهاية دي تكلف فتيجي الناس تقولك تب أنا أخذ بعضي وانزل على طريق رأس الرجاء الصالح البعض مش الكل إلا أنه زي ما قال تاني سيدة الفريق الملاحة عندنا لم تتأثر الحمد لله والشكر الله أشار في أنه اللي حصل هو تحول 55 سفينة فقط لا غير للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر والحد النهاردة الموافق 17 ديسمبر قرابة الشهر وأنه دي نسبة ضئيلة وانت لو جيت حسبتها 55 سفينة مقارنة بـ 2128 سفينة عبروا بالفعل فالنسبة بالفعل ضئيلة وضح الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس شهدت النهاردة على سبيل المثال هذا اليوم 77 سفينة بإجمال حمولات صفية تقريبا حوالي 4 مليون طن من بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية كانت سبق وأعلنت تحويل رحلتها مؤقتا عن قناة السويس إلا أنها عبرت النهاردة ضمن قافلة الجنوب وده يمكن زي السفينة مرسك السفينة أو تابعة لمرسك السفينة تابعة سايجون سي أم إي سي جي أم كريستوف كريستوف كولومبس أم سي سي فابيان إلى آخره طيب ده على ضوء تواجد هذه السفن في منطقة البحر الأحمر قبل الإعلان عن توجه هذه الخطوط الملاحية لتحويل رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بيشدد رئيس الهيئة ست الفريق أسامة ربيع على أن قناة السويس هتظل هي الطريق الأسرع وهي الطريق الأقصر وبالتالي هي الأوفر خد بالك لأنه بتصل معدلات الوفر للرحلات اللي بتتجه عبر قناة السويس ما بين قرية أسيا وما بين أوروبا من تسع أيام لأسبوعين وفقا لموانئ القيام وموانئ الوصول إذن هتظل قناة السويس هي واحد من أهم الشرايين العالمية للتجارة هتظل قناة السويس بتستحوز على الأربعة في المية تقريبا من حجم التجارة الدولية أظن 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 ولست بس متفائلا ولكن يعني تقدر تقول أنه بسبب ما يحدث من تنمية عندنا هنا في مصر عند قناة السويس وإقليمة قد تتصعد النسبة بإذن الله سبحانه وتعالى في السنوات القادمة ولكن أرجعك تاني طول ما إسرائيل بتضرب بهذه الوحشية في فلسطين طول ما إسرائيل مش عايزة تعمل تهدئة هتفضل دائرة الإصراع ما بين مشتعلة وما بين متسعة وده بيهدد العالم دي اقتصاديات دول 14% من التجارة الدولية فيا العالم يتحرك عشان الإنسانية يتحرك علشان مصالحه وفلوسه